أهلا بحراركم مرة تانية خلينا أبتدي بخبر مهم جدا وهو خبر محمد عبد المنعم أحد أبرز المدافعين في الكرة المصرية وفي أفريقيا بدون مبالغة وجهة نظري بصراحة المدافع مميز جدا ولعيب الراجل كنا عارفين طبعا أنه تعرض للإصابة في الأنف للمرة التانية بعد تدخل كان مع إيفونا في مجرد أسوان وبالتالي اتصاب لكن تحامل على نفسه وقدر أنه يلعب بمنتهى الرجولة والأداء المميز جدا في موراة الزمالك وكان أحد أبرز عناصر النادي الأهلي اللي سهمت في الفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 التتويج بهذا اللقب فالنهاردة أجرى الجراحة الخاصة بإصلاح أعوجاج وكسر في الأنف أجرىها بشكل ناجح جدا تحت إشراف أحد الأسادزة المتخصصين في جراحة الوجه والفكين وحيرجع للتدريبات بشكل منفرد بعد 5 تيام بالضبط من دلوقتي يعني عد 5 تيام من دلوقتي يبتدي يخش في تدريبات منفردة وبعد أسبوعين بالضبط إن شاء الله يخش في التدريبات الجماعية مع الفريق بشكل طبيعي فبالتالي المؤكد خلاص طبعا وده اللي احنا كنا تكلمنا فيه مع حضراتكم أكتر من مرة إن محمد عبد المنع بنجب النادي الأهلي ونجب منتخبنا الوطني المصري هيجيب عن مبارات الداخلية ومش هيكون هو بس اللي غيب هيكون هو وديانج وطاهر هو وديانج طبعا للإصابة طاهر للإقاف فبالتالي السلاسي ده حيجيب عن النادي الأهلي في مبارات الداخلية إن شاء الله يوم الأربع المقبل ومباراة حتكون غاية في الأهمية بالنسبة لنادي الأهلي إن شاء الله الأهلي يكون موفق فيها ويقدر يفوز بسلس نقاط مهمين جدا في بدايته بطولة إلا الدولي لكن أنا لسه مع خبر محمد عبد المنع وفي الحقيقة لما يكون في حاجة إيجابية لازم نتكلم عليها ولازم نقف عن ده يعني احنا مش بنتكلم بقى على السلبيات بس أو نطلع لازم ننتقد وكلام من ده لا الإيجابي لازم نقف عنده ونبني عليه لأن في الحقيقة النهاردة زيارة إمام عشور وهي زيارة تعتبر طبعا طبعية بحكم إنه هم زملاء في منتخب مصر لكن في ظل الشحن اللي سعاد اللي سعاد البعض من لعبي كرة القدم بيساهموا فيه عند الجماهير لا لازم نقف عند الصورة الجميلة دي صورة حلوة من واحد من نجوم نادي الزمالك اللي هو مين؟ إمام عشور ومش نجوم نادي الزمالك بس لا ده واحد من أبرز اللعبين في مصر لعبتي إيه الأول ولعيب كان واخد سكة في الأول مش حلوة؟ تمام؟ سكة الشغب والشحن والكلام اللي انتوا عارفينه ده وبعد كده الدماغه اتزبطت بصراحة بقاله فترة شفنا لقطته مع وليد سليمان بعد المشكلة كانت حصلتنا بينهم في مطش السوبر وبعد كده راح بس على دماغ وليد سليمان وبعد كده شفنا لقطات محترمة جدا منه المباريات الأخيرة ما بين الأهلي والزمالك ما كنتش بتشوف منه أي خروج عن النص خالص خالص تمام؟ النهار ده كمان بيروح ويزور محمد عبد المنعم في المستشفى بصورة بنشوفها هو بينزلها على حساباته الرسمية المختلفة على السوشيال ميديا فحاجة لازم نقف عندها ونشيد بيها لأنه هو ده المطلوب يا جماعة في الأول وفي الآخر الناس دي تلعب مع بعض في منتخب واحد الناس دي صحاب آه بيبقى فيه منافسة قوية جدا في الملعب وكل واحد بيموت نفسه علشان فرقته علشان جمهوره وكلام منه لكن بعد ما لمطش بيخلص خلاص إحنا صحاب وإحنا حبايب وما فيش أي مشكلة خالص وهي ده الرسالة اللي لازم توصل للجمهور وهو ده المثال اللي لازم نبرزه بشكل كبير جدا صورة زي دي ما بين إمام عشور ومحمد عبد المنعم صورة مهمة جدا ياريت تجوهلنا تاني نقف عندها لأن حاجة زي كده لازم نركز عليها صورة حلوة ويعني تباين قد إيه العلاقات بتبقى كويسة جدا ما بين اللاعبين وإن المنافسة بس بتبقى في الملعب المنافسة بس بتبقى في الملعب نجم كبير زي محمد عبد المنعم عنده جراحة أجراها وكلمنا عن الخبر ده ونجم كبير زي إمام عشور موجود في المستشفى بيزور محمد عبد المنعم فحاجة كويسة للغاية لكن خلي بالك بقى الصورة زي دي الصورة اللي زي دي ما ينفعش تعدي كده لا ده لازم نقول إن هي درس درس للاعب بعينه أو أي لاعب يحاول إن هو يصير الجماهير بص شوف الاحترام والأدب بيبقى عاملة إزاي بص شوف العلاقة المفروض بيبقى عاملة إزاي لأن للأسف الشديد في بعض اللاعبين بقى مرتبط تواجدهم في مباراة الكمة بأزمة بمشكلة للأسف كله ماتشه كمة بعض اللاعبين أو مش عايز أقول بعض يعني هو لعيب تمام مرتبط دايما إن هو موجود لازم يبقى فيه مشكلة لازم يبقى فيه مشهد مش مقبول بنشوفه لكن الصورة اللي زي دي درس لللاعب ده أو لأي لاعب يفكر إن هو يشحن الجماهير ويصير الجماهير بأمور خارجة على النص وده اللي احنا مش قابلينه خالص كلنا كجماهير للكرة المصرية بمختلف انتماءاتنا لأن احنا يا جماعة عايزين ناخد خطوات للأمام ما نرجعش تاني الوار عايزين الكرة في مصر ترجع بالشكل الطبيعي جدا وأنا حقولك نرجع بالشكل الطبيعي أو رجعنا بالشكل الطبيعي لما يكون المدرجات كلها ممتلئة عن آخرها لكن طول ما فيه ناس بتحاول تعمل شحن هنفضل زي ما احنا كده محلك سر فدرس مهم جدا من إمام عشور لازم نحقيه عليه ولازم نشكره ونتمنى له التوفيق إن شاء الله بإذن الله لأنه لعيب كبير جدا وأيضا إضافة مهمة لمنتخبنا الوطني ترجمة نانسي قنقر